اهلا بحضراتكم مرة تانية رئيس عبد الفتاح سيسي أصدر عدة توجيهات تتعلق بقطاع الاتصالات زي تأسيس الشركات عن طريق الإختار رقاميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض ده ليه؟ ده لإزالة أي معوقات أمام الشركات النشأة ورواد الأعمال ده غير كمان السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لهذه الشركات وكل ده من أجل توفير النفقات وتسهيل على هذه الشركات خلونا نعرف أهمية التوجيهات دي ودورها في تحفيز الاستثمار ودعم التحول الرقمي من الأستاذ أحمد فايد خبير تكنولوجيا المعلومات اللي منوارنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير يا أهلا بك يا أهلا بحضرتكم وأهلا بسادة المشاهدين الكرام أهلا بحضرتكم في البداية عايزين نفهم الناس يعني إيه شركات رقمية؟ طيب هو الحقيقة خلينا بس نرجع خطوتين ثلاثة الورح لأن اللي حصل خلال الثلاث سنين اللي فاتوا مع بداية أزمة كورونا كان شوضع غير تقليدي خالص يعني غير معالم العالم كله وطريقة الشغل في العالم كله وخلى فيه احتياجات مختلفة بالنسبة لكل سواء كان الأفراد أو للشركات اللي حصل مع بداية الأزمة لما حصل اللوكداون أو الحظر أو إن البلد تقفل فده خلى فيه احتياج للأفراد والشركات أنهم يتعاملوا بطرق مختلفة غير تقليدية يعني النهاردة شركات كتير طردت أنها تقعد من البيت طب وبعدين هل الشغل هيقف عند هنا؟ لا بدأنا نشوف طيب إزاي أن احنا نوفر منصات وطرق للتواصل للموظفين بحيث أن هم يقدروا يشتغلوا من بيوتهم أو يقدروا يشتغلوا عن بعد تمام؟ وبعد فترة من الوقت لما بلقت الدنيا تفتح تاني وبدأنا أن الناس طيب خلاص الأمور يعني رجعت لطبيعتها لقينا أن العمل عن بعد ده ساعد الناس بشكل كبير جدا أن هم يقدروا يشتغلوا بطريقة أسهل وفي نفس الوقت ينتجوا بطريقة أفضل لأن النهاردة بمنتهى البساطة أنا وفرت ساعة الصبح كنت منزل فيها أخذ المواصلات وروح فيها لشغلي وساعة آخر النهار طب أنا الوقت ده لما بوفره الموظف بتاعي أن هو يقدر يشتغل من البيت أو يقدر يشتغل من أي مكان هو قاعد فيه فأنا ساعدته أن هو ينتج أكتر ما بازلش مجهود ضيع من طاقته وبالتالي انتاجيته بتزيد طيب بعد شوية من الوقت لما بدأت الناس تشتغل من البيت ورجعت الناس بعد كده لقينا أن احنا لا إحنا محتاجين نحن نحافظ على الموديل ده وبدأ يطلع موديل جديد اسمه الهايبرد بزنس موديل أو الهاجين بالضبط كده نموذج العمل الهاجين نموذج العمل الهاجين بيسمح أن بعض من طاقة العمل بتشتغل من البيت والبعض التاني بيشتغل من مقررة العمل بالضبط كده مع التغيرات الكتير اللي بتحصل دي الاقتصاد العالمي بيفرض علينا وجود حلول بديلة حلول غير تقليدية برا الصندوق تقدر تساعد الشركات أنها تعمل وتساعد الشركات الناشئة كمان أن هي تكبر بشكل سريع يمكن الشركات الناشئة لو احنا خدنا بالنا خلال السنين اللي فاتت فيه شركات بتطلع المولاج بتوع عبارة عن أفراد وفي ظرف مدة بسيطة بتوصل أنها تكبر جداً بتوصل لقيمة سوقية بتتعدى مليارات الدولارات فالتركيز على الشركات الناشئة النهاردة بقى بيساعد في الاقتصاد بشكل كبير جداً وده ما بينا نسميه الاقتصاد الوليد الاقتصاد الوليد اللي هو أنا أبدأ أتبنى مصادر للاقتصاد جديدة ما كانتش موجودة عندي قبل كده وأقدر أساعدها وسهل لها احتياجاتها بحيث أنها تقدر تكبر وتساعد الاقتصاد بتاعي ومن هنا جاءت الفكرة بتاعة الشركات الافتراضية الشركات الافتراضية أنا شخص مثلاً أنا عندي فكرة عايزة أعمل مشروع معين النهاردة عشان أبدأ أأسس شركة بالفكر القديم وبالتكاليف القديم هلأي أن التكاليف دي ممكن تخليني ممشيش في فكرة المشروع بتاعك أنها كانت تتبقى تكاليف كبيرة علي لصدر على مكان واخد بقى إجراءات وكلام ده وتسهيلات ومصاريف وحتى بعد أن أفتح المكان بأبدأ أصرف بقى في كهرباء ومية ومكاتب الموظفين وخدمات كل كلام دي فلوس كتير جداً ممكن تبقى مرهقة على شركة في بداية حياتها طيب أنا عايزة أسهل للإستثمارات دي وعايزة أسهل الشباب أنه يفتحوا الشركات وعايزة أسهل كمان لو فيه مستثمر أجنبي عايز يعمل إستثمارات بس مش عايز يعمل إنفستمن كبيرة جوه البلد فإزاي أجزب الإستثمارات دي الطريقة الموجودة دلوقتي أنها هي أعمل الشركات الافتراضية بحيث أن أنا أنت ممكن من خلال المنصة الرقمية تبدأ تسجل اسم الشركة اللي أنت عايز تفتحها وتبدأ تشتغل في السوق عندي من غير ما يبقى لك مقر أو تواجد في مكان محتاج أن أنت يبقى في موظفين يروحوا باستمرار ده بيساعد كمان أن أنا بجزب العمالة بشكل كبير يعني النهاردة أنا لما بسهل على الشركات بهذا الشكل النهاردة أنا ممكن الشركة تفتح بقل تكاليف ويعين شخصه 2 و 3 و 10 بتكاليف بسيطة خالص فأنا هنا ساعدت في حل أزمة البطالة أعينت شباب بشكل سهل اللي وفرته من هنا قدرت أن أنا أجيب بيعمالة مثلا أو موظفين بالزبط كده بدل ما كنت بعمل الإستثمارات بتاعتي في إيجار أو في منشآت لأنا بعمل الإستثمار أكتر في الشغل اللي هيجب لي عائد بشكل كبير التطور الرقم اللي بيحصل بقى في العالم بشكل كبير النهاردة كله اللي مرتبط بالتكنولوجيا والتطوير بتاع البرمجيات هو اللي تخلى في الأساس فيه احتياج كبير للموضوع ده يعني النهاردة بنلاقي شركات مثلا كبيرة في العالم ومحتاجة يبقى لها شركات صغيرة سبسيدرز موجودة في الدول وفي نفس الوقت مش عايزة تعمل الإستثمارات كبيرة عايزة تجرب الإستثمارات دي هتمشي الدنيا شكلها ازاي فبيبدأ من هنا ان هو طيب ممكن عين خمسة ستة ممكن نفتح شركة صغيرة وموجود الموظفين يشتغلوا من البيت يقدروا يعملوا للبرمجيات وانا من خلالي بقدر على حسب عدد ساعات العمل اللي هم اشتغلوها بقدر حسابهم محول لهم الفلوس بتاعتهم مرتبطة المرتبطة بتاعتهم أول كل شهر فبالتالي انا كدولة جذبت استثمارات خارجية شغلت الشباب عندي وفتحت قديت طمأنينة للسوق الاستثمار العالمي ان الوضع عندي فيه فلكسابيلتي وفيه سهولة ان انا اقدر انمي الاعمال بشكل سهل تفتكر ده هيحسن من مؤشر مصر في مؤشر سهولة الاعمال عمتا؟ مليون في المئة الحقيقة كل القرارات اللي بتتخذ في فترة الحالية سواء كان من سيادة الرئيس او من دولة رئيس الوزراء كلها ببصة على ازاي ان هي تحسن الوضع الاقتصادي في البلد وانه هي تخلي مؤشرات الاقتصادية العالمية للمصر جاذبة لستثمار بشكل كبير وزي ما احنا قلنا النهاردة في اي دولة في العالم بيبقى فيها عندها اقتصاد واقتصاد موايزي فيه ناس كتيرة جدا بتعمل من خلال المنصات التجارية والتجارة الإلكترونية ومن غير ما يبقى الشركات دي معمولها تراكينج او واضحة حجم تعاملاتها او مسجل حجم تعاملاتها انا النهاردة لما اقدر بالتسهيلات اللي انا بعملها النهاردة والشركات الافتراضية والقوانين الجيدة اللي بتعمل دي هساعد كل الشركات او الشركات الصغيرة دي انها هتبدأ تسجل لان هي هتستفاد لما تسجل وهتاخد تسهيلات وهتقدر تكبر بسهولة بشكل رسمي فلما سجل الكلام ده وفي الاخر كل الناتج اللي انا مش شايفه من الشركات دي بيتضاف للناتج المحلي بتاعي فمجمل الناتج المحلي بتاعي لما بيزيد انا المؤشرات الاقتصادية العالمية بتاعتي بيزيد اكتر فبالتالي انا ضميت للناتج المحلي بعض من الانتاج اللي هو قد يكون جزء منه موجود ولكن لا يتظاهر عندي هو في الحقيقة موجودة والناس كلها دلوقتي بعد كورونا بتشتغل ريموتلي زي ما حضرتك قلت لكن خلي اسألك سؤال تاني هل بيطبق على الشركات دي قانون العمل للموظفين بقى اللي بيشتغلوا افتراضيا هو الحقيقة زي ما تم اصدار الموافقة على ان يبدأ انشاء الشركات الافتراضية لازم هيكون فيه قوانين كمان تنظم العمل يعني هو في الاخر احنا بنحط الاستراتيجيات بشكل عام ولكن لازم فيه قوانين تنظمية بتتبع التوجهات السياسية او التوجهات اللي بتاخدها الدولة بيتحط القوانين عشان تنظم العمل بحيث انها تحمي الموظف وفي نفس الوقت بشكل يساعد كمان للمستثم ان هو ما يخافش او يكش من الماركت بتاعه طيب سوز عمد عندنا تجارب دولية استفادت من هذه الشركات طبعا كتير جدا يعني احنا فيه دول النهاردة يعني مثلا زي دبي النهاردة من اكتر الدول اللي بتعمل سماحيات لهذه الشركات وجاذبة للستثمارات بشكل كبير جدا وغيرها كتير يعني هتلاقي ان نيويورك من اكتر المدن اللي فيها الشركات الافتراضية اللي شغالة بهذا النظام فيه برضو بعض الدول في افريقيا بدأت كمان عايزة زي نيروبي بدأت برضو كمان عايزة تعمل حاجة زي كده في كينيا يعني فهو ده توجه عالمي الحقيقة لان زي ما قلت حرارك التفكير برا الصندوق بيخلينا ندور على حلول تساعد نمو الاقتصاد وتساعد في عزة طبعا كل الازمات الحالية كمان بعد ازمة كروء بعد ازمة اوكرانيا والحرب فالمواضيع بقت صعبة جدا فكله لازم يدور على حلول بديلة فالدول اللي بدأت يعني وكله تقريبا بتزمن في نفس المدة اللي احنا كلنا متحرك فيها يعني لانه كله بيدور على الحلول في نفس الفترة الزمنية دي فالقوانين اللي بتعملها مصر النهاردة هتوبى جاذبة زيها زي الدول سواء كان بقى لو في دولة في الخليج او بره في اوروبا او في امريكا هنوبى جاذبة لهذه الاسمارات واحنا عندنا ميزة بصراحة يعني تميزنا عن اي دولة تانية في العالم اولا بعد الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت واسعار الصرف للعملات الاجنبية وكلام ده بقينا احنا كتكلفة عمالة في العالم من الدول لتكلفة العمالة فيها رخيصة ودي حاجة بتشد اي مستثمر بشكل كبير انا كشركة اجنبية النهاردة عشان اصنع بقى بحريص ان انا اقلل تكلفة التصنيع والعمالة بتاعتي تبقى اقل تكلفة ولذلك انا بدور على الدول اللي تقدر تديني الخدمة باحسن جودة وبقى اقل تكلفة فلما انا بقدر اوفر له الكلام ده بتكلفة اقل مقارنة بكل الدول المحيطة بي او في المنطقة لذلك بيحصل جذب الاستثمار بشكل كبير فاحنا بعد الاصلاحات الاقتصادية اللي تمت الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا دي ساعدت على جذب الاستثمارات بشكل كبير مكاننا كمان جغرافي كمصر ده كمان بيساعد بشكل كبير على الجذب الاستثمارات دي احنا في موقع متميز جدا ما بين في وسط قرات العالم بشكل يساعد على نقل التجارة بشكل كبير لأن النهاردة التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للقرات بقى حجمها دخمة جدا فالنهاردة وجودي انا في مصر طبعا يسهل بشكل كبير جدا ويجذب عن اي دولة تانية في المنطقة الجميلة في مشاريع الاصلاح الاقتصادي عامة كل حاجة مشى بالتوازي مع بعض امبارلل زي ما بيقولوا فمصر قطعت شوت كبير قوي الفترة اللي فاتت في التحول الرقمي وبقينا الاول افريقيا ده معناه ايه طيب ده معناه كبير جدا الحقيقة لأنه هو التحول الرقمي هو النهاردة مؤشر اساسي كبير جدا لما بنيجي نتكلم على الاقتصاد تمام التعاملات الورقية والتعاملات الورتينية القديمة النهاردة دي اكتر حاجة ممكن تخلي المستثمر يبد عنك بشكل كبير فالتحول الرقمي انا النهاردة لما بيكون بقدم كل الخدمات بتاعتي من خلال منصات الكترونية وبطريقة سهلة في دقيقة بسيطة ممكن تحصل على الخدمة اللي انت محتاجها ايا كان حجم الخدمة من خلال تطبيقات مختلفة ومن خلال منصات انا بالنسبة لي انا ده هدوب حاجة جاذبة لي بشكل كبير تمام مش بس انا كشركة او انا كشخص احنا النهاردة كمواطنين نهاردة لما حصل الازمة بتاعة كورونا بقينا كلنا ندور على التطبيقات اللي هي ازاي اشتري منها الخدمات بتاعتي بشكل سهل تجيلي من غير ما اضطر ان انا انزل روح في اي حتة بقينا كلنا بقى فيه توجه ان انا اجدد رخصتي او رخصة العربية من غير منزل روح المزور بقينا كلنا بندور على ازاي اشتري السلع اللي انا محتاجها من غير انزل روح في حتة اجدد اطلع سجل اطلع اي بيانات او اي شهادات انا محتاجها من غير ما اتوجه لمصلحة حكومية كل الكلام ده بيعلي المؤشر بتاعي أنا عالميا إن أنا كل ما أتقدم رقميا كل ما ده بيساعد على جذب الاستثمار بشكل كبير جدا عالميا وفي نفس الوقت بيعود على المواطنين وعلى الناس اللي عايشون عنده بيفتح مجالات عمل كتير جدا يعني التطبيق اللي أنا بطلب من خلاله خدمة اللي أنا مجرد بقى بتدوس كليك بيجيلي مثلا السوربس ده وراء تيم عمل كبير قوي ما بين بقى ديفولوبمنت وما بين سوفتوير ناس شغل على سوفتوير وما بين سيكيوريتي وما بين ناس بتعمل دوليفوري تيم كبير جدا أكتر مكان ممكن موظف واحد بيعمله في هيئة أو في مكان فده بيفتح لي مجالات عمل كبيرة جدا فأنا محتاج التحول الرقمي لأن أنا محتاج أن أنا أجذب للإستثمارات العالمية واشجع الناس سواء كان من بره أو من جوه كمان وفي نفس الوقت أن أنا أسهل على المواطنين ونأسهل على الناس حياتهم اليومية فده التحول الرقمي طبعا النهاردة بقت احتياج ضروري لكل الناس اللي عايشة النهاردة والتوجه تحديدا في هذه الشركات يا سيد أحمد مش بس الجذب استثمارات خارجية زي ما حضرتك قلت أو استثمارات من المستثمرين كبار هنا في مصر لأننا كمان بنساعد الشباب بنساعد رواد الأعمال الشباب ليس بيبتدوا حياتهم عندهم فكرة مشروع وعايزين ينفذوه مش لازم تكون التكاليف بغز عليهم فممكن فعلا زي ما حضرتك قلت تمنعهم من الأقدام على مثل هذه الخطوة بالضبط هو ده بالضبط اللي بيطبق حاليا إن أنا أسهل عليك طب أنت إيه فكرتك عايز أعمل مشروع جديد وما عنديش مبالغ كبيرة أبدأ بيها طب أنا هسهل لك الدنيا خلص طب أنا ما عنديش مقر أبدأ بيه طب أنا هسهل لك برضو الدنيا خلص خلاص ابدأ بس طلع الفكرة بتاعتك وابدأ اشتغل أونلاين أو ابدأ اشتغل مع شباب زميلك وأسسه مكان بس رقميا أسسه شركة افتراضية بس على النت عشان تقدر تاخد مساعدات لو أنت محتاج مساعدات من الدولة يعني أنا كدولة أنا مش بعمل الشركات الافتراضية لما بتعمل عشان أن أنا عايز أخذ منها حاجة ده أنا بعمل الشركات الافتراضية عشان أساعد الشركات دي وساعد الشباب أن هما يكبروا ويكبروا لأنه لما هما يكبروا هيساعدوني أنا كاقتصاد دولة إن أنا بكبر أنا كمان فهو العائد هيعود علي من أنا يكون عندي مجموعة شركات كتيرة افتراضية لأن ده بيعمل تنمية مستدامة كبيرة جدا النهاردة أنا ممكن يكون عندي مثلا شركة بتعملي مثلا مليون دولار في الشهر وممكن يكون عندي عشر شركات بتعملي 100 ألف كل شركة بتعمل 100 ألف دولار وممكن يكون عندي 100 شركة كل شركة بتعمل 10 ألف دولار أنا لما يكون عندي 100 شركة بتعمل 10 ألف دولار وحصل دروب في الشركة فأنا استيل عندي بقية المبلغ بيجير إنما لما يكون عندي شركة واحدة وحصل فيها لقدر الله ريسك أو حصل أي حاجة أو قررت أنها توقف شغلها أو تطلع برا البلد ده بالنسبة لي ضرعين ده تنوية لضمان الاستدامة ضمان الاستدامة ومن هنا ده الأساس أن الشركات الناشئة والشركات الجديدة اللي هي شغالة بشكل افتراضي لأنها بتمثل حجم كبير من الاقتصاد العالمي فأنا احتياجي النهاردة أن أساعد الشركات دي وأحفزها أنها تكبر بسرعة هيدمن لي أنا اقتصاد مستدام وهيجمر أن الاقتصاد بتاعي يكبر بشكل أفضل ومن هنا جت تواجهات الدولة سليمة بالكامل في الوقت المناسب تماما أن نساعد شبابنا أن هم يلا شوفوا أنتوا أفكاركو على فكرة يعني الشركة زي فيسبوك أو شركة زي الشركات النقل الجماعي أو اللي هي أوبر والكلام ده الشركات دي طلعت بمجرد أفكار من شباب فكرة بسيطة عمل أبريكيشن فديت اعتبر دعوة للشباب أن هم يطلعوا الأفكار دلوقتي بالضبط النهارده أغلبية الشركات الكبيرة ما عندهاش يعني زي ما حدقك قلت يعني أوبر ما عندهوش عربيات اير بي ام بي ما عندهوش شواء للإيجار بوكينج الحاجات دي كل ما فيش ما عندهوش قتلات الحاجات دي كانت مجرد أفكار قدروا يعملوا منها أبريكيشنز نكحت جدا موجودة النهارده بتحقق أرباح كبيرة جدا عدد الشغلين بهذه التطبيقات كتير جدا جدا حولين العالم ففي الحقيقة أنا شايفها فكرة استباقية من دولة إن هي تاخد الخطوة دي وإن إحنا نسهل على الاستثمارات الخارجية إن هي تيجي تستثمر في مصر بدون وجود فعلي لهذه الشركة في إيجار كما كان لكن شركة افتراضية هتوفر لنا عمالة أكيد هتعمل حاجات كتيرة جدا إيجابية اقتصاديا لنا في مصر كل شكر لك الأستاذ أحمد فايت خبير تكنولوجيا المعلومات على وجود حضرتك معنا النهارده وأكيد على المعلومات القيمة دي شكرا يا فرم شكرا يا فرم شكرا يا فرم